اخر في اخر يوم انتقادات وسجال حاد داخل قبة البرلمان من قبل نواب المعارضة بعد تراجع الحكومة عن ضريبة الطروة في قانون الموازنة للعام المقبل نواب المعارضة وصف الحكومة بالكيل بالمكيالين في فرض الضرائب على الموظفين واعفاء الاثرياء من الضريبة ورغم تلك الاحتجاجات حظي القانون بالموافقة بعد ان مررت اغلبية نواب الموالات الحكومة لا تخمم في مصالح اغلبية على السكن ولكن فيه لوبيات ومجموعات مصالح لا يتضغط على مصادر القرار سواء في التشريع او في التنفيذ بالاسف الشديد يبدو ان الحكومة استجابت لضغوطات رجال المال مرة اخرى والغت هذه المادة كلية كما لم تعترف باي محاولة لتعديل القانون سواء في الغاز زيادة في البنزين او غيرها من الزيادة التي تمس جيوب المواطنين عموما مما يجعلونا ويدفعونا ان نرفض التصويت بنعم عن هذا القانون المالي في 2018 نواب الموالات من جانبهم رفضوا تلك الاتهامات وبرروا الغاء ضريبة الثروة بغياب آليات فعالة لاحصاء الثروة تمكن اجهزة الضرائب من فرض رسوم على ممتلكة الاثرياء ويرون ان فرض هذه الضريبة سيؤدي الى توجس رجال الاعمال في الاستثمار في البلد مؤسسات الضرائب ليس لديها الامكانيات التقنية والمعلوماتية حتى تطبق هذه الضريبة وهذه الضريبة اجلت الى ممكن السنة المقبلة او السنة المقبلة ويرى خبراء ان فرض الضريبة على التروة قد يمكن الحكومة من تحصيل ازيد من عشرة مليارات دولار سنويا في ظل عجل مالي جراء تراجع مداخل النفط فضلا عن ان تراجع الحكومة يؤشر عن ضعف المنظومة الضريبية والبنكية في ظل اقرار الحكومة بغياب معطيات عن الاثرياء وممتلكاتهم التقديرات الاولية تشير الى امكانية تحصيل ما بين 12 الى 14 مليار دولار كتحصيل ضريبي مباشر من فرض الضريبة على الثروة من الواضح ان هناك ضعف في المنظومة الجبائية عدم عصرة المنظومة الجبائية على غيران منظومة البنكية ايضا ولكن هذا ليس مبررا اذا صدق البرلمان الجزاري على قانون الموازنة للعام المقبل وسط استمرار الجدل حول مبررات الحكومة الغاء الضريبة على الثروة بسبب ضغط رجال المال والاعمال حسب قوى المعارضة في حين تبرر الموالة الامر بصعوبة الوضع المالي واقرار الضريبة قد يسهم في هروب رؤوس الاموال ليبقى المواطن وحده برعي مراقبين من يتحمل تداعيات الازمة المالية ويزيد من انهاك لقدرته الشرائية محمد جرادة الحرة الجزائر